السلام عليكم أصدقائي صديقاتي كديرين مزيانين تمنى تكونوا مزيانين وفتحها جيدة إن شاء الله وعلى خير وبخير ونتمنى نتمنى دايما ندوز معكم أوقات جميلة وتستمتعوا باللي كان قدم لكم ومن هنا كان شكرا لكم مرة أخرى على التعليقات ديالكم كاملة كنحاول نقرأها وكن حاول نجاوب عليكم كاملين شكرا لكم بزف بزف والوفاء ديالكم وشان قول لكم بزف ديال الناس بلما ندكو الأسماء وبلما ندكو الدول كاملين من مكتوب الدول العربية في المكتوب كترسلوني شكرا لكم بزف بزف المهم ندوز المهم على فكرة أنا جيها أنا راجعت دارت الفيديوهات واللي بغايت تفرج كل فيديوهات ديالها راكم أعرفي القناة ديالها لأنك تسولوني عليها وإن شاء الله نتمنى ندر نويها فيديوهات جدادي لأنها بعيدة ليا وهذا هو اللي كان أنا مشت للسوق لقيت فواكه بزاف موجودين هذا الوقت ديال كما تقولون يبدو يخرفوا الفواكه كي يوجدوا بزف وبهذا سميته شريت بزف ديال الفاكهة ولكن باش نستغل لها لانها تخسر دقت منها كوفي تير وانا غادي ندوز معاكم وغادي نوريكم كيف عاش نستغل لنا الفواكه كاملين لأن اخذتها بتمر مرخيص بزف ومناسب وانتمنى يعجبكم فيديو ديال اليوم مهم انا شريت هاد سميته هاد البرقق هذا شريته بكتران مهم شريت منه بزاف ديال البرقق هذا الطويل وممكن لكم اي فاكهة تستعملوها انا كانت استعمل هاد كي عاشبني بزاف هذا لانه مشيح له بزاف هاد اولا كي سميته بزاف ديال البرقق انا شريت منه بزاف لانه كما كي قولوا اتشطرت مع هادك اللي كي بيع الخضرق بيطلو هاد تقريبا علي مصندوق بيطلو كامل انا اعطيك واحد اهمان بساياف ديال البرقق وعاشبني بزاف ديال البرقق هذا البرقق هو اصلا ملاه فلاح وهو اللي يوجد هذه الخضرات كاملة انا كي عجبني دائما شريت من عند الفلاحة كي عجبني نشري عليها مهم انا صايبت منه الكوفيتيرا انا سوف نعطيك لانه عندي مصايب سوف نعطيك كيف شجع هائل هائل الغزال كي حمق المضاق دياله انا سوف نعطيك كيف شجع مهم انا سوف نعطيك كيف شجع كيف شجع لانه اعطيك كيف شجع كم هو لذيذ كم هو لذيذ كم هو لذيذ أخبرت به أخبرت كم هو لذيذ كم هو لذيذ 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 أخبرت مجدد ولم يأخذ كنت تكون دائما نستعمل هذه الفخة من فضل يعني تزيد من هنا كالتريني وكذا تزيد بجمع لك الكنش ولكن لا تتبعونيش بزر تأكلوا السكرية والله قدع عليكم وما عندنا بصوم يبيت دينا لك اشتركوا اذا قدعوا لكم اشتركوا احتاجوا انا نضيفها انا اضيفتها وخبعتهم ونضافهم حوال أخرى سنشركون معكم بشكل مقيد تم اضافة المقيدة ومتطيبهم ونحتفظ بهم ورقبتهم ويقوم بجميع البكتيريا يجب أن تكون كشريتهم جدادين و استعملتهم مرة يجب أن تغسلهم وهذا مثلا سوف أضع السكر و قشرة الحامض سكر قشرة الحامض الليمون والبرقف و تحصلوا على كوفيتير هائل هائل أغزال و احتنا بدوري اللي كيكتبوا لي بزاف لما نذكر الاسماء احتنا اشتقلكم بزاف و شكرا لكم بزاف على التعليقات على المتابعة على الوفاء ديالكم و احتنا كم بغيكم بدوري كم بغيكم بزاف بزاف و شكرا لكم مرة اخرى و خامدل نشكر فيكم لانكم اصدقاء اوفياء دبرة عام و زيادة و انتوما متابعيني رغم انني كانت عطل مكندرش فيديوهات و هذا لانني مشغولة و هكا كاتسف طليل شكرا لكم بزاف بزاف و حتى الفيديو و حتى اخر ان شاء الله و تبقوا على خير المهم كل جوج كيلو كل جوج كيلو كل جوج كيلو ديال البرقوق و لا ديال اي فاكية ندروا معها 500 جرام ديال السكر انا كندر 300 جرام بعد مرات كندر 200 جرام لان احتمام مرات لها قشرة صغيرة الليمون باش كتنسمو و اللي ما بغاش يديرها ما يديرها و يمجوش الحويج في هذا السكر و الفاكية انتوما اللي بغيتو اللي حبيتو يا حب الملوك يعني الكراز يا مشماش يا البرقوق اي حاجة عشباتكو انا احتى اتفاه عندي احتى هو يا رانا صايتو و خبعتو المهم انا غدي نوريكم كيفاش كنقطعو و كنزيد عليه سكر كنخلط شوية كنحطو فوق عافية مهيلة بزبزة و مين كنحطو فوق العافية مهيلة كنبقا مرد عليه البال مهم انا نوريكم كيفاش هذا السميتو مدعوب كنفعو هذه تقيلة تقيلة مين بضيئة لانه تقيلة كنحطو مبخبه ممغرفة الخشف كنحطو المهم كنحطو كنحطو ورحمة كنحطو انا نريكم كيفاش اجي احنايا انا ديجا خرجت منه اه 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 يعني هاها هو شكل دياله كده كي يجي لانه انا ديجا هادو طيبتهم وطيبت القراعيم مع واحد نقيطة د الخل ومن كي طيبوا القراعيم مع نقيطة د الخل كننعمرهم كنخلي واحد شي شوية اعطي احطا واحدا يسكنروا في الكوكوت ولا في القاملة وطيبها المحترين هنا يا من اما يبغي يعلب يعني اه طريقة ديالة طريقة ديالة تحلقها تدخليك يغلى حوية خرجت من الصافي بكمترك اتتبعي الكتنة او تحلق النبي ومن بعد تحلق الساعة على المحترين هذا هو شكل دياله سوف نرى تكستوره كيف يأتي يعني تكستوره كما يقولون لها بالعربية ديانه تكستوره يعني هي خلينا نقلب عليها في ما يقولون لي في الدكسيوناري ولا أسميته علي لا أعرف تكستوره كما يقولون